هو فعلاً استفز الفصائل لدرجة كبيرة لأن الفصائل اعتبرت أنه حققت نصر من خلال الضربات وعندما انسحب الجنود الأمريكان من أفغانستان وكانت انسحاب غير منظم وبصراحة كانت فعلاً عملية مهيلة للجيش الأمريكي الانسحاب بهذه الطريقة الفصائل شعرت بالارتياح وقالت دورنا جاء الأمريكان سيسحبونها من العراق وينتظرون النهاية السنة لكن موضوع الانتخابات الذي دخلت في العراق وتشكيل حكومة جديدة إضافة إلى وجود حكومة الكاظمي التي زار الكاظمي فيها واشنطن وعقد دوع من التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والتفاهمات حول وجود هذه القوات الأمريكية يطرح تساؤلات معينة هنا ويطرح شكوك في جدية الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق وخصوصاً أنها شعرت أن هناك من سيملأ الفراغ وهناك سيستفيد من التغيير الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 هي رأس الحرب فيه يعني لا ننسى أن الأزمة في عام 2003 بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تولدت نتيجة عدم مشاركة فرنسا الرأي مع الأمريكان في استصدار قرار من مجلس الأمن وهدد في وقتها كان رئيس الوزراء دومينيك دوبلبان في خطابه في مجلس الأمن هدد باستخدام الفيتو حق النقض الفيتو إذا حاولت الولايات المتحدة استصدار قرار من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن بشرعنة أو باستصدار قرار بغزو العراق لذلك نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت كل الغزو مسألة يعني مسألة الحلف مع بريطاليا مع بعض الدول أصبح خارج قرارات مجلس الأمن وخارج الشرعية الدولية الأزمة بدأت أيضا يعني في هذه الأزمة كان هناك جاك شيراك رئيس فرنسا ودومينيك دوبلبان وكان أيضا ديورج بوش هو الحاكم للولايات المتحدة ورئيس الولايات المتحدة وأنا أذكر في هذه الأزمة أيضا يعني حتى أهدد السياح الأمريكان قل في فرنسا المنتجات الفرنسية حوربت في أمريكا دور الأزياء المأكولات حتى المأكولات حتى الأطباق الفرنسية لم يعد الأمريكان يرغبون بها وصارت أجمة ثقافية أيضا على فرنسا نحن اليوم كانت الأزمة في ذلك الوقت دبلوماسية نحن اليوم بصراحة أمام أزمة ليست فقط دبلوماسية يعني كما أشرت حضرتك في المقدمة هناك أزمة اقتصادية وأزمة أيضا دبلوماسية ولكن هناك أزمة ثقة وأزمة تحالفات وأزمة عسكرية الأزمة هذه المركبة بصراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا خصوصا فرنسا تمثل دور أوروبا رغم أن أوروبا ما زالت غير متحدة فعلا يعني هناك صعوبات داخل الاتحاد الأوروبي في استصدار بعض القرارات التي تهم القارة الأوروبية حيث تعدد وجهات النظر من ناحية الصين من ناحية روسيا وحتى من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية نحن نجد أن بعض الدول الأوروبية تعمل علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية خارج مطاق الاتحاد الأوروبي وهذا ما يزعج كثيرا بالضبط الولايات المتحدة الأمريكية أيضا انزعجت من دعوة مانفرون قبل عامين لإنشاء جيش أوروبي موحد والاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية الموجودة ومن الأموال وخصوصا كان خطابه موجه إلى الدول الإسكندنافية في هذا المكان